مبادرة غريفث والمفهوم الجديد للوساطة العنوان الجديد لاستوانة الحل السياسي التي تتناسل تصريحات وتحركات وزيارات لكنها على صعيد الواقع لا تعمل أكثر كونها مادة للتناولات الإعلامية والسياسية والتقاط الصور للمبعوث في عدن وصنعاء والرياض وأحيانا في مسقط الحديث عن حكومة وحدة وطنية هي القديم المتجدد في الأهاديث ذات الصلة بالمباحثات السياسية وتعيد إلى الأذهان حكاية السلم والشراكة التي تقدم العربة على الحصان إذا ما تعلق الأمر بتشكيل حكومة قبل الانسحاب من المدن والمؤسسات وتسليم الأسلحة بحسب متابعين من اللحظة الأولى التي تحرك فيها جريفث اختفى من قاموسه الحديث عن المرجعيات الثلاث وبات لا يذكرها إلا فيما ندر وباتت نزعته نحو الحلول الجزئية كالحديث عن الحل في الحديدة أكثر من الحلول السياسية الشاملة على أساس المرجعيات الأساسية استوانة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية يعدها مراقبون أحد مخرجات هريفث وفريق لندن الذي ضم مجموعة من الناشطات والشخصيات السياسية وجرت تكتم على تفاصيل اللقاء إلا من بعض التسريبات والصور التذكارية على مواقع التواصل الاجتماعي لا جديد يلوح في أفق الحل السياسي وبات الإنسداد هو سيد الموقف في ظل المحاولات المستمرة لخلق حلول سياسية تعزز الإنقسام وتكافئ الذين سقطوا العملية السياسية بعملية سياسية جديدة تطوي صفحة سنوات الجريمة الأزمة اليمنية هي الأخرى باتت اليوم يتيمة على مائدة الصراع الإقليمي والدولي تتجاذبها أطراف ألعاب القوى بينما تم تجريد اليمنيين من قوة الدولة اليمنية وسيادتها وقرارها المصيري في أن يكون لها وجودها بين الأمم كدولة موحدة تعرضت للإنقلاب والإجتياح وتسعى لاستعادة ذاتها إلى أين تمضي الأزمة اليمنية إذن؟ هل إلى حل سياسي على أساس المرجعيات الثلاث؟ أم أن الحرب ستقول كلمتها في نهاية المطاف؟ أم ثمت نسخة مشوهة من الحل السياسي في طريقها للتحضير على طريقة ما عرفه بالسلم والشراكة؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر